موسى مع أنور قرروا يعملوا الحكاية تاعة الصحاب ومعنا النجم مصطفى شعبان فأنا وفقت على طول لأنه حكاية كمان الصحاب في الشرع المصري غير عادية لن تجد في العالم وفاء الأصدقاء زي في مصر حتى على تيك توك كله الصحاب 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 ممكن عشان برضو وفيش اختلاط قوي لا وأغلب الأغاني الشعبية دلوقتي صاحبي اللي بعني وصحبي وأصحابي وصحابي وأخواتي فحسن الجميع بيفكروا بطريقة صحة وجديدة واليومين دول بقى أنا بقى اتفرج على الأفلام القديمة ايه يا جماعة دا؟ ايه يا جماعة حجم النجوم دا؟ ايه طبعا كان يقول لك افيش اللازازة واللي مفيش عقد وكله بيقول وده اللي احنا على فكرة عملناه أنا ومصطفى احنا كان مصطفى يرجع خطوة عشان انا اقول حاجة وانا ارجع خطوة عشان هو يقول حاجة ونسلط لبعا الحلوة في المسلسل دا غير مسلسلات تانية وانا مسؤول عن اللي هقوله حاجة فيه كلية دعوة بيه ان المسلسل دا ما كانش مقسوم بالسكينة يعني اصنو دلوقتي دا مشهد لعمر فلازم اجيب مشهد لمصطفى اصنو أم الاتنين موجودين لا انت عارب في حاجة مستحيلة تتضبط ومن البداية احنا اتكلمنا فيها في وجود احمد موسى المخرج وهو الحقيقة كان عنده وعي شديد كافي بزيادة ان احنا اقول لي فيه مش لازم يقول لي فيه اه مش هنهزر يعني الموقف يتحمل دا السفينة يبدأ بتاع سفينة الموقف يتحمل دا السرية يبدأ بتاع سرية وكلنا كلنا احنا محترفين يعني كلنا بنسرفس او بنخدم على اللحظة دي النتيجة نهية ان شاء الله اللحظة دي لأي حد وإدارة منه مبهرة وإدارة من الانتاج حقيقة يعني انا بأعترف يعني ادارة الانتاج بطولة بصراحة وإدارة مخرج احنا خالد موسى إدارة كانت مبهرة لانه صعب الموضوع وعالكتابة لازم يجيلك لحظة تقول طب ليه بصراحة كده عمر هل كان عندك اي هلاوس شكوك انه بس يعني حسب كده شوية اوعى كده ولا انت كنت متأكد ان مصطفى رجل محترف مفيش حاجة مصطفى بالذات احنا كنا عايزين نشتغل مع بعض من فترة اكيد عندي بتجيلي الهلاوس اكيد بطبيعة ربو عليك عالصراحة اه اكيد يعني اننا انا ممثل وممثلين عندهم افكار غالبا كتير كتير بتفكر ساعات من زاويتك بس كنت بقمعها يعني بكسرها بحطها على التربيزة قدام المخرج ومكسرينها ومموتينها وممشين يعني مهم جدا انك انت تبقى عارف المشكلة عشان تعرف تعالجها يعني زي ان احنا لما قعدنا انا ومصطفى ومسافرين بنصور برا احنا قربنا من بعض جدا وبقينا بنساعد بعض لو انتو كمان الصفر ده غير الشغل في مصر انت في الصفر انت هو واجهن يعني انتو قاعدين مع بعض مش مسلا انت هتروح البيت او هت عندك ما فيش غير بالوتيل هو الرجل عام زي حالاتي بيحب الحاجة الحلوة يعني هو ما فيش غير كنتو بديم في الوتيل لوحدنا الوتيل بالكامل ووش غير انا وعمر فقط وحتى الموظفين كانوا ثلاثة هو ما اللي بيتبخ هو بتاع الريسيبشن هو اللي بيجيب لك في نوك دون يعني ولبنان اوضاع عارفانا صعبة اول كان صعبة جدا فعادنا ثلاثة اسابيع ما بنصور بتدرسوا بعض لا عمالين نقرأ السيناريو ونحكي وان المشهد دا فاكتشفنا بيدي المعايشة بقى لا بنشتغل بروح الهواة اكتشفنا كده بالزبط كده انا اكتشفت ان عمر وانا انا كنت بقول ان انا بحب في نفسي كده لقيت عمر رفس الحكاية احنا بنشتغل بروح الهواة الجملة دي حلوة طب ما كزا يا عمر جملته هو ونوعد نطور فيها نطور فيها عادي ان الموقف دا يتحمل وعليه العكس يا خوة ربنا احفظكم دم العين النهاردة الناس مش هتساقصوا تعرف الوسط الفني يعني مش قوي دايما كده بس اكت بعد نجاحة كبيرة دا هنغير وحنفصل طب عمر محد فيكم بيكمل خلينا قبل ما نكمل